موسيقى هذا الكاتب اليوناني درس القانون كما درس الفلسفة في باريس وتتلمذ على يد الفيلسوف هنري بيرغيسون كان في رحلته في مواقع الثقافة المسيحية اليونانية رفقة شاعر ما إلى أن التقى بزوربا الذي ألهمه في كتابة هذه الرواية العظيمة التي تتجاوز 400 صفحة الملهم من هذه الرواية هو شخصية زوربا زوربا هي شخصية حقيقية حيث كان في رحلة عبر مواقع الثقافة المسيحية في اليونان رفقة شاعر ما هناك التقى بزوربا واستوحى منه أحداث هذه الرواية التي سوف أتحدث عنها الآن رفضت الكنيسة الأرثودوكسية دفنه في مقابر المسيحيين طبعا للجدل الذي كان يثيره حول الثقافة المسيحية اليونانية هنا يزور الإشارة أنه كتب على شاهد قبره العبارة التالية التي أوصى هو شخصيا بكتابتها العبارة التالية أنا لا آمل في شيء ولا أخشى شيء أنا حر الرواية تقحمك مباشرة في أحداثها من أول مشهد ومن الأسطر الأولى حيث نلاحظ بطل الرواية ذلك الشاب المثقف الذي أراد أن يستثمر أمواله في منجم في جزيرة كريت منجم الفحم الحجري طبعا أراد أن يوظف مجموعة من العمال ومجموعة من البحارة فقصد مقهى في ميناء البحارة اليونانيين طبعا هناك يلتقي بالشخصية المتيرة للجدل أليكسيس زوربا ثم تبدأ قصته على امتداد هذه الفصول لأن الكاتب هنا قسمها إلى فصول دون عنوان أنا لن أتكلم عن أحداث الرواية لأن هذه وظيفتك أيها القارئ لكي تقرأ الرواية تستمتع بها لكن شخصية المحورية في هذه الرواية هي شخصية أليكسيس زوربا ذلك العجوز الذي تجاوز الستين سنة إلا أنه يمتلك روح محلقة يمتلك روح الشباب يمتلك مفاهيم مختلفة للحياة مفاهيم مختلفة للموت مفاهيم مختلفة للدين لذلك سوف نلاحظ أن هذه الرواية تعتمد على بونة فلسفية على مفاهيم فلسفية استطاع الكاتب بلغته الذكية التي رغم احتوائها على جرعة شعرية كان ضروري جدا لحسب رأي الشخصي إلا أنها استطعت أن تنفذ إلى كثير من المفاهيم أو الفلسفة التي كان يؤمن بها هذا الكاتب المتمرد وكذلك الذي كان يؤمن بها الزوربا شخصيا هنا يظهر جليا تأثير شخصية الزوربا الحقيقية على الكاتب يظهر الكاتب هنا أنه يتأثر بالثقافة اليونانية بالميثولوجيا اليونانية بكل رموزها كما أنني لاحظت أن بطل الرواية أنا أعتبره انعكاس لكاتب الرواية هذا يظهر جليا ويظهر جليا أيضا من خلال مسيرته أو سيرته الذاتية يمكن أن تتطلعون عليها قد لنقرأ على محرك البحث جوجل يظهر أيضا تأثر بطل الرواية بشخصية بوذها لذلك تظهر شخصية بوذها ومقولاته في عدة فصول أو في فصول الرواية المختلفة ربما قد يكون زوربا أو أليكسو الزوربا هو النسخة اليونانية لبودا النسخة المعاكسة التي لم يكن عليها بودا يوما هذا ممكن أن نستنتجه كخلاصة لهذه الرواية طبعا أنصحكم أن تقرؤوها كما أنصحكم أن تشاهدون فيلم زوربا اليوناني برقصته الشهيرة وكذلك بعسفه الجميل على آلة السنتوري إلى اللقاء في فيديو قادم لا تنسوا الاشتراك في القناة سوف نحاول أن نحسن من محتوى هذا المقهى وهو مقهى زوربا إلى اللقاء